واضحة يعني انا ما فيش متحدث باسم البنك المركزي تقدر تستضيف تقوله يا جماعة انما الاخوة في الهائة العامة استعلمات قالوا لا فيها مشكلة شلناها طيب سواء هي لانه احنا بنتكلم ايه دي نازلة هي الاسموع الجاي سواء الورق دي صحة او غلط لان انا بقولك ان عندي شك فيها لانه بامضاء طارق عامر او هل ده امضاء قديم ولا الورق بينزل بامضاء محافظ مع رأي يعني انا ما التكنيكاليتي دي انا ما عرفهاش انما لو سمحتم لو هذا الامر موجود وانت مضطر ان هو ده تبقى العلامة المية بتاعتك شلها من حق الجامع شل الجامع يعني انا يعني الموضوع آآ لسه فيه اخد ورد ولسه فيه آآ ممكن ما تكونش طبعة كل الكمية او قولي عامر هذا الامر غير موجود لا الجامع ولا العلامة المائية دي ات ولا اي حاجة انما انا بقول لحضراتكم للغاية اللحظة دي ات وخصوصا انه جريدت المال واخدام نين من الهيئة العامة للاستعلامات فانا بكلمك على سبعة تمن مصادر تعتمد هذه العملة او هذا الشكل من العملة على انه هي دي العملة اللي نازلة بعد كم يوم معنش حد يقول لي مش باين او انها ريمبو ريمبو على خفيف انا بقول لحضراتكم بعت لصديق ليا محامي بعت لصديق ليا سياسي سابق بعت لصحفيين بعت لمفكرين انا بقول لهم يا جماعة انا كاللي ايوة ريمبو طبعا وازاي تحطي هنا فسكع المطلوب لو هذا الامر غير موجود لكن انا ما بكلمكش على انه فوتوشوب معمول في موقع تحت الارض انا بكلمك على سبعة تمن مواقع معتبرة خاصة ومنهم موقع للدولة شال الورقة فالى المسؤولين في البنك المركزي لو سمحتم يا دار ما دخلك شر لو هو الموضوع مش موجود انسى ان عمر اتكلم لو الموضوع موجود لو سمحت ابعد ده عن ده ابعد الال عن البحر يعني ابعد الاتنين لا تربط هذا الشعار او التحزيمة دي اللي شكلها خلق ما احنا يا جماعة هي الثقافة البصرية ايه يعني انت مثلا عرفت منين ان العلامة الحمرة دي توقف العلامة الخضرة تمشي العلامة الصفرة تستنى عرفت منين ان ده تفاح عرفت منين ثقافة فيه ثقافة بصرية فاحنا خلاص اتهارينا بصريا قصوصا ان احنا في شهر الفخر مهريين بصرية يعني ويف بايدن وراء عالم المثلية في الالعاب بتاعت العيال في عالم المثلية في فيلم سبيدر مان فيه على خلاص احنا بصريا خلاص اتشبعنا فبقيت لما يعني جايز قبل كده كنت بص اقول لي ايه ده ما اخضر وحمر واصفر وابتاع وشاف ايه وانا مال ناو ده لا بس انا خلاص هي العلامة بقت كده فبس ارجو انه لو وانا مش عايز لا بيان من البنك المركزي ولا ينفو ولا يعمله انا عايز بس ياخدوا بالهم علشان لو على فكرة ممكن الناس ويه بتشتغل في تفاصيل معينة ما تشيلش هم حاجات يعني العلامة على الجامع وكده وبتاع وهي بالنسبة لي مش حاجة خلاص انما اما اما تجرب انا جربت الحكاية دي على سبعة تمانية سبعة تمانية معتبرين يعني ناس كمى دماغهم كويسة عندهم ثقافة بصرية ايه لا قال لي لا طبعا ده كذا هو ده كده فحضراتكو لو كانت موجودة في اصدارات سابقة الموضوع دلوقتي دمه مش خفيف يعني دلوقتي نقدر وانا رأيي انه فنيا طبعا ممكن يعني ايه او او قول لي بقى عمر لا هو مفيش غير كده طب لو مفيش غير كده اشيل الجامع انا مش بقول حاجة تدايق حد يعني شيل الجامع لو سمحت لا تربط الجامع يعني خليه بقى لوحده يعني نغير هل التصميم ممكن تغير معرفش هل نلحق معرفش انما انا بقول لحضراتكو انا النهارده على فكرة الموضوع ده من اسبوعين ثلاثة بصيت كده قلت ايه يا جماعة جايز يعني حد عامل فوتوشوب بتاعه قلولنا يا جماعة لا احنا معندناش الكلام ده احنا او هو معلش بقى احنا طبعنا خلاص وهو كده وانت معقدها ليه عمر يعني انت ليه حطينا ده هي دي مش الالوان بالزبط هي نقصة لون لا هو مش المنظر انما انا كعمر يعني معلش مزودها تقيل مش مستحمل ومش مبسوط غير ملاحظة لمواطن بايخ خلاص اقول لي عمر انت مواطن بايخ وهو كده وده مش وانت ايه دماغك دي يا اخي انما طبعا احنا في بلد التصميم احنا في بلد الفنانين احنا في بلد العملة الحلوة انت شايف الرمز الفرعوني بتاعنا شايف فاحنا يعني الورقة معمولة في اتصال الحضارة من الحضارة الفرعونية للحضارة الاسلامية حاجة عظيمة حاجة جميلة وطبعا جامع محمد علي اللي موجود على كل العملات بتاعتنا من يوم متولدنا شيء عظيم انما انه بقى يبقى الضهر عليه الالوان ديت انا متضايق انما دي اي دا لا يسوي شيء ارميه في اي حتة وقول لي لا ما فيش حاجة كله تمام قدر عشرين جليه دي او العدية هي وخلاص ما تعمل لناش مشاكل